صلى على محمد وآل محمد ولد الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في يوم الخميس الخامس من شهر شعبان المبارك وهو الأشهر والأعرف قال الراوي ولما أراد الله تعالى إيجاد الحجة على العالمين النور المضي والطاهر الزكي أمر الله عز وجل ملكا من الملائكة المقربين أن يأخذ شربة من ماء الحيوان ويجعلها تحت عرشه وينزل بها صنعة يد القدرة السبحاني لأنه جل جلاله بإرادته يخلق من ذلك الماء أرواح الأيما عليهم السلام إكراما لهم وتعظيما لشأنهم قال ثم أن الملك أمره الله تعالى بالنزول إلى الإمام بتلك الشربة فنزل بها وهو فرح مسرور ودفع أهالي الحسين بن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله فتناولها وشربها فوجدها أرق من الماء وأليل من الزبد وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبان ودنا بعد ذلك من شاهزنان قالت الهواتف تهتف بها فتسمعها وتقول أمشري يا شاهزنان وقري عينا بغلام عليم وظهر لها في الليلة التي ولدت فيها نورا وأتهو ممتد من السماء إلى الأرض لم يره غيرها إلا أبوه الحسين بن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وكان صلوات الله عليه يحدثها وهو في بطنها وينسها بتسبيحه وتقديسه فهو الإمام الحق المبين ولي رب العالمين مفتاح الحكمة ومصباح الرحمة والكوكب الزاهر والعنصر الطاهر والبحر الزاخر والنسب العلي والنور السني والوجه المضيع عرش المناقب أبي محمد علي بن الحسين ابن أبي ظالب قال الراوي فلما حضرتها الولادة لم تجد ألما ولا وجعا كسائر النساء فبينما هي جالسة دون أنت حس بوجع ولا ألم ومن حولها نساء من بني هاشم والبعض من نساء أهل البيت فبينما هيهم كذلك وإذا بالبيت ضيب نورا وقد امتلأب الروائح الطيبة تقول أحد الكارسات فأخذتني فترة وأخذتها فترة وهي خير وضعت بولدها الإمام عرض للصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد واري محمد صلوات صلى على محمد علي بن أبي ظالب صلوات ربي عليه صلوات ربي عليه الحسين بن علي صلوات ربي عليه الحسين بن علي صلوات ربي عليه علي بن الحسين بن علي صلوات ربي عليه أمة المعظومين صلوات ربي عليه صاحب العصر والزمان راحب العصر والسماء الخضر يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا أهل بيت رسول الله الله حبكم فرض من الله في القرآن أجزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له الله صل على محمد وآل محمد والله حين قرأ الأنام والصوار أشباحكم وبها الوجود تنورا ولفضلكم جبريل الصحة مخبرة أخذت موافق الولاء من الوراء لمحمد وهو الحبيب الأعظم صل على محمد وآل محمد بلغ العلا بكماله كشفت جاب جماله حسن جميع أخي صاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله المصطفى والمركضى وأبنى والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله محمد صلوا عليه وآله